موسيقى 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 قرطة ورتيم بالميتاميتك عن برينجي الصنف درس كتابه ونبدأ من محل ما تركنا الدرس السابق بصفحة 29 عند هالتطبيق وقفنا بهالتطبيق عبيقلي ف من صفر للأرباطعاش تنتمي لعار ف اكس تساوي خمسة سيقانت اكس ناقص تلاتة فنكسيون تنمالي ولمسي اجن بريلان تنم كمسيندان هانجي ديارلرين تكارللماسي جاركتين بولولم عبيقلي انو بها المجموعهي هو بنتمي لها المجموعهي اينا قيم ليتحقق هاد ليتحقق هاد تابع هاي لازم نستخرجون طبعا هاتين البي ثلاثة فاصلة اربطعاش اللي احنا طبعا اخدنا بالدرس الماضي في عنده الطنمصز قيم الطنمصز اينا هنن هنن البي على اثنين زائد كابا يعني كابا كتر تنتمي الاعداد الطبيعية واحد اثنين ثلاثة يعني هون بيصير عندي البي على اثنين الثلاثة بيع اثنين الخمسة بيع اثنين السبعة بيع اثنين تسعة بيع اثنين ايدعاش بيع اثنين وهيك هلا منحسب مع بعض البي على اثنين اول قيمة بتعدى علينا من الطنمصز الثلاثة فاصلة اربطعش على اثنين يصبح واحد فاصلة سبعة وخمسين الثلاثة ضرب ثلاثة فاصلة اربطعش على اثنين تطلع اربة فاصلة واحد وسبعين البعدة 5 ضرب 3.14 على 2 تطلع 7.8 طبعا لحتى الان كله تن ضمن هاد المجال مصفر للاربطعش السبعة ضرب 3.14 على 2 10.99 9 ضرب 3.14 على 2 تطلع 14.13 طبعا هون 14.13 صارنا برات المجال اللي عطينا هيا فهي القيمة منشطبة بناخد بس هالأربع قيم بنقول له F بتنتمي من الصفر للسبعة معناته ناقص يعني ناقص القيم المستسنات لتتحقق هالمعادلة. حلق بهالفقرة هاي نحناخد اول قانون مسلسات طبعا بكل فقرة مثل هاي رح نستنتج رح نستنتج قوانين المسلسات مو مطلوب منكم حفظ الاستنتاج. حفظ الاستنتاج محطوط هون بس للفهم. ولكن مطلوب منكم تحفظوا القانون. هلا اه تحت كل استنتاج قانون في عنا تطبيقات هاي التطبيقات كلها رح نحلها بالتفصيل سواء او رح نشرحها بالتفصيل سواء هي ذاتا محلولة. اه رح نشرحها حتى اه تثبت بعائلنا اكتر. اه طبعا ولو شفتوها سهلة اه انا بنصح اه بعد كل تطبيق لازم تمسك الورقة والقلم انت وتحلهم كلاياتهم. ما يتعيف ولا واحدة عقد ما بتحل اكتر عقد ما ايدك بتصير مرنة بالمعادلات المسلسية. هلا بنجي على اول اه استنتاج اللي هو اه كوسين مربع اكس زائد ساين مربع اكس تساوي واحد. متل ما شايفين فارض نقطة بي نقطة من الدائرة واصلة معنات عندي هون زاوية اكس. متل ما اتفقنا مقابلة هو الساين ومجاورة هو الكوسين. يعني هون جاي ايه اللي اه من فيسا بحسن بقول طول هالضلع زائد طول هالضلع مربع زائد طول هالضلع مربع يساوي مربع طول الوتر. يعني او او ا مربع زائد او بي مربع يساوي او بي. طبعا او بي اللي احنا متل ما بنعرفها هي نصف قطر الدائرة اللي هو ثابت واحد دايما. صفة عندي الياه متل ما اتفقنا واستنتجناها قبل هي ساين وهون مربع. وكوسين وهون مربع. طبق عملية فيسا غورس. صفة عندي كوسين مربع. زائد ساين مربع يساوي الواحد. طبعا طلع معي هذا القانون. قال لي اه من هالقانون انا بقدر بستنتج اكتر من شغلك. عطى كوسين مربع اكس تساوي نقل الساين للطرف الثاني بتصير واحد ناقص ساين مربع. معناته الكوسين مربع هون صفة عندي عددين او حدين بحسن بكتبهم بشكل مربعات يعني الواحد هي نفسها واحد مربع. بصير عندي متطابقة شهيرة بتقول لي اه عددين اه جمعن مضروب بطرحن. يعني واحد ناقص ساين اكس مضروبة بواحد زائد ساين اكس. متل ما يكون شايفين هدول طبعا القوانين راح تلزمنا وليحنا هم نحل بالمعادلة المثلسية راح ينزمنا مرة بهالشكل يكون مرة بهالشكل يكون. لازم يكون عنا مرونة بالانتقال من شكل لشكل للقانون. نفس الشيء الساين مربع اكس تساوي واحد ناقص كوسين مربع من نفس القانون نقل الكوسين للطرف الثاني. كمان يبي نفس الطريقة كتب لي الساين مربع اكس تساوي طرحن مضروب بجمع. بناخد ساوي اول تطبيق عاطينيها. طبعا اه ساين اكس ناقص كوسين اكس تساوي جزر ثلاثة على خمسة. بده اه نحسب له الساين بالكوسين شاقد بيساوي. هلا احنا اول الشي عند اللي منشوف اه ساين ساين وكوسين. في بيناتهم علاقة جمع او طرح. وليحنا بدنا اياهم بضرب. فلازم تختر عباننا شي بخص المتطابقات الشهيرة. دايما المتطابقات الشهيرة بتلاقوا بتحولنا الشكل من طرح. مثلا متل هون عند استندرجم القانون منطرح لضرب. هون كمان ممكن بس شلون هون ما في مربع. احنا بشرط المتطابقة الشهيرة يكون مربع. بدور عغير شي بقول بربع الطرفين. ازا ربعت الطرفين اول شي بدي صير عندي مربع الاول. مسلا هون ناقص اتنين الاول بالتاني. زائد مربع التاني. اول شي كسبت طلع عندي كوسين. كوسين مربع وسين مربع بحسين بستبدلون بواحد. وطلع عندي الشكل اللي هو بديو اياه. منشوف سوا هون شلو نشتغل. قال ربع الطرفين اخد الكارسنا للطرفين. هلأ ساين اه ساين اكس ناقص كوسين اكس كلها للتربيع. طبعا ما ننسى عند المربع الطرفين بنحط اقواس ايش داخل بها الحد ايش مكان موجود بنها الطرف. مع ايش داخل من الطرف الثاني ايش مكان يكون موجود. هلأ اه بهالطريقة هاي. الفك المتطابقة هاي هاي المتطابقة من شكل ا ناقص بالتربيع. هي مربع الاول ساين مربع ناقص اتنين الاول بالتاني. زائد مربع التاني. تساوي من الطرف التاني هون بتنزل التربيع على البسط وعالمقام. بتصير عندي اه تلاتة على خمسة وعشرين. هلأ صار عندي حدين تفرجوا هاد. عصار عندي ساين مربع اكس كوسين مربع اكس بحسين بستبدلهم بواحد. صفة عندي هون واحد ناقص ساين اكس بكوسين اكس. طبعا هادا الشكل اللي هو بالدياب واي بس نعزله. هلأ اه ضرب اه الحد بنائص او ازا بتكن بتنقلوا هاي لها الطرف وهديك لها الطرف بصير نفس الشي. اتنين ساين اكس. مضروبة بكوسين اكس تساوي واحد. ناقص. تلاتة على خمسة وعشرين. هلأ قلي اتنين. هلأ بحسن بقسم على اتنين مشان اخلص من اتنين اللي هون بتطلع نتيجة اللي بديها. لانه وصلت لهون ما في عندي زيادة غير اتنين. قسم على اتنين. فبصير هون ادعش. وهون بتطير اتنين. هادا هو المطلوب. ساين اكس بكوسين اكس يساوي ادعش على خمسة وعشرين. هلأ بالتطبيق الثاني. كمان اعطاني ساين مربع اكس على واحد ناقص كوسين اكس ناقص كوسين مربع اكس على واحد زائد ساين اكس ناقص كوسين اكس ناقص ساين اكس. بده نحسب لوش قد بساوي هذا الحد. طبعا هو دايما بيطلب مننا لاش قد بساوي هذا الحد بكون له قيمة لا بيطلب مننا نختزده اه لشكل احلى من هاد يعني هذا الشكل كتير طويل. انه نختزده لشكل اصغر. هلأ عند شوفتي اه لواحد ناقص كوسين واحد زائد ساين بتذكر اني انا لما كنت عباش رح هذا القانون تحول عندي لشكل هيك. من هون ببلش بفكر من اين او اشو اللي لازم اعمله. هون ايش عامل? قل ساين مربع اكس تساوي واحد ناقص كوسين مربع وتساوي واحد ناقص كوسين اكس مطروبة بزاق واحد زائد كوسين اكس. طبعا بس يكون عندي كسر دائما بالدلاي على قات ضرب. لانه بصار عندي على قات ضرب وبصير اختصارات. بصار عندي اختصارات لحلت عندي المسألة. شال هيكي عوض. قال لك طالع ساين مربع اكس. وهون تفرجوا عنده منظر مشابه لقلق. ازا هذا تحميل واحد ووعيت الساين. واحد زائد كوسين اكس أختصار واحد ناقص واحد ناقص كوسين اكس مع واحد ناقص كوسين اكس. هونا ناقص كمان نفس اي يوجد بالطرف التاني مربع. بقدر بكتب بهالشكل. اختصار مع بعض ناقص cos x ناقص sine x يوجدじゃあ 1 زاد cos x ناقص 1 ناقص sine x ناقص cosine x ناقص sine x بهذا نامكون الناقص العنص هو تركه هنا و هناك 1 زاد1 زاد cos x بس نقلون لهون مثل ما هنين هذول كمال كتابتهم بعدين قال لي واحد زائد كوسين اكس دخل هنا الناقص لجوه ناقص واحد زائد ساين اكس ناقص كوسين اكس ناقص ساين اكس صفى عندي زائد كوسين اكس ناقص كوسين اكس راحوا مع بعضهم زائد واحد ناقص واحد راحوا مع بعضهم زائد ساين اكس ناقص ساين اكس راحوا مع بعضهم صفيت النتيجة هي صفر بهالفقرة هاي عبشرح لي تاني قانون بالمسلسات اللي هو تانجونت اكس تساوي ساين على كوساين طبعا هذا القانون يطلب حفظه على الغايب هلا عبقلي هون شلون استنتج هالقانون عبقلي من المسلس أو أتش بي يعني أو أتش بي من هالمسلس هاد والمسلس التاني أو أ أر أو أ أر المسلس هاد الأكبر من هون هن هذول اتنين مسلسين متشابهين لأنه بيشتركوا بنفس الزاوية هون تاني شي اتنينة قائمات معادة هن متشابهات من نسب التشابه عطيني أو أتش على مين على أو أ أو أتش على أو أ تساوي أتش بي على مين لازم على أ أر مثل ما أنك كيتب هلا بعوض أو أتش هي بتمثلي مثل ما تعلمنا بدرس الكوساين إنه هي بتمثلي الكوساين إكس على مين؟ على أو أ أو أ من هون لهون واحد ذاتا فورا كتبها واحد أتش بي أتش بي هو هاد إش بيمثلي هاد؟ هذا بيمثلي الساين إكس الساين إكس ومن هون من آ حكينا أنه هي بدرس التانجنت بتمثلي التانجنت فمن هالعلاقة هاي استنتج التانجنت تساوي ساين إكس على إكس شلون طبعا؟ طلع هاي محل هاي محل الكوساين ونزل الكوساين محل التانجنت صفت عندي تانجنت إكس تساوي ساين على كوساين مثل ما يمكن شايفين استنتاجه قراد قال لي من المثلث O N B O N B يعني هذا المثلث اللي هون والمثلث الثاني O B C O B C المثلث هاد الأكبر منه كمان هدول المثلثين مشتركين في زاوية واتناناتهم قائمات أخذ نسب التشابه بيناتهم O N O N على O B تساوي N B على B C تمام؟ بعدين O N ساين X مثل ما مكتوب هون مثل ما تعرفوه هي مقابل الزاوية يساوي كوساين X اللي هي حكينا N B على كوتانجنت اللي هي B C كتبعون مثل ما استنتجناهون تساوي كمان نفس الشيء محل ساين نزل ساين محل ساين صفت كوتانجنت X تساوي كوساين على ساين المثل quero إذا مرحبت أستنتج قانون ضرب الطانجنت بالكوتانجنت ساين على كوساين وكوساين على ساين يعني عوض الطانجنت والكوتانجنت بإمكاننا نختصر سين بالمقام سين بالبسط كوسين بالمقام كوسين بالبسط سفت عندي التانجنت X يعني التانجنت نفس الزاوية مضروب بالكوتانجنت نفس الزاوية بساوي 1 من هالقانون استنتج طبعا بصادجي هون السم على كوتانجنت يعني تانجنت X تساوي 1 على كوتانجنت ونفس الشيء ساوي في العكس كوتانجنت X تساوي 1 على تانجنت نحن بنعرف 1 على تانجنت نحن بنعرف طبعا انه التانجنت هو مقلوب الكوتانجنت مثل ما يكون شايفين مقلوبة هو هون نشوف بأول تطبيق عطينا تانجنت X ناقص كوتانجنت X تساوي 2 بده نحسب له التانجنت مربع X زائد كوتانجنت مربع X حلق كمان مثل ما حكينا ما زال هو طيلا بمربع مربع الطرفين نشوف شاء الله بيسر علينا لانه ليش نحن نصل لها النتيجة هاي فاسهل طريقة لانه اشوف بلا تربيع بربع وببلج حل الا ما يطلع معي الجواب البدوية تانجنت مربع X ناقص كوتانجنت مربع X تساوي 2 مربع ربع الطرفين هلا بفك هاي التربيع هي متطابقة شهيرة اثنين يعني تانجنت مربع X ناقص اثنين اول بالتاني تانجنت بكوتانجنت زائد مربع الثاني كوتانجنت مربع X هلا التانجنت بكوتانجنت لنفس الزاوية حكينا هلا من شوي استنتجناها هي تساوي واحد صفة واحد مضروبة باثنين هون تساوي اثنين فنقلال الطرف الثاني بتصير ستة صفة عندي التانجنت مربع زائد الكوتانجنت مربع تساوي ستة عند هالتطبيق هاد بنهي الدرس بتمنى منكم تعيدوا حلهم كلهم بايدكم بخط ألمكم كل ما حلينا أكتر مثل ما قلت لكم بصير عنا مرونة بالحل أكتر سرعة بالحل أكتر نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله